أنا أفهم وامتابع الضجة اللي سوتها الحلقة اللي سوتها آني وقلت بيها قريباً كردستان سابقاً لكن يبدو أنه صار سوء فهم عند الأخوة الكرد حوله هذه كان المقصود بالعكس أن تتوقع المحكمة الاتحادية تفهمها أنه جدس سوين من كردستان أنتوا فهمتوها بطريقة غلطة قل أقول لك مو منعاتي شخصاً للحوار وشخصاً للحلقة فعلي فصلتك شخصياً إجابية لا سيداً لا هذا يهمني أيضاً لأهلنا الكرد هذا يهمني أنا أعرف الضجة اللي صايرة هناك هذا يهمني هم واضحة أنا أحرص قد أكون من أي كردي على أقليم كردستان أنا أقدس أقليم كردستان إذا لم يجلال الكرد يعتبرون كردستان أنا أعتبر كردستان قدس العراق وأنا فخور جداً بنموذج أقليم كردستان ولدي علاقات متميزة مع أساس كرد مهمين في البارتي وغير البارتي وأحترم جداً الكرد فبدون غمز ولمز وشخصاً للحلقة كان كلامي من أجل مصلحة الإقليم لأن بعض سياسات الإقليم هي التي أخشى من خلالها أنه يصبح إقليم كردستان سابقاً وتتحول إلى محافظات وترجع بدلالة ما يجري من قرارات ضد الإقليم متوالية وضغط سياسي خارج وداخلي على الإقليم من أجل إخضاع المركزية هذا كان قضي أتمنى من خلالك يوصل لكل أخوتنا وأهمنا الكرد ترجمة نانسي قنقر